اه الشيخ محمد رحمه الله اتولد في كارية المسلمية تابع شبرى السلام مركز مينيا الجامح محافظ شركي حفظ القرآن وهو في سن العاشرة حسب ما سمعت منه تمام اه يعني انت سمعت الكلام ده من سن الشيخ محمد سمعت الكلام ده من فضيلة الشيخ محمد لان الشيخ محمد يكبرني بخمستاشر سنة تمام يكبر عني بخمستاشر سنة نعم تمام هو من موليد ستة واربعين تمام الف تسعمية ستة واربعين ميلادية ماشي اه حفظ القرآن في كتاب القرية على يد الشيخ سيد محمد السيد الشيخ رحمه الله نعم واتعلم التجويد على في قرية ميتة ابو علي مركز الزجزيج على يد الشيخ حسني ابراهيم التنب تمام في قرية ميتة ابو علي تمام اللي هي جنب شبراء السلامي لا ميتة ابو علي دي يمت الزجزيج طبع مركز الزجزيج تمام لكن شبراء السلام تبع مركز مني الجامح تبعني احنا احنا اخر حدود مركز مني الجامح احنا بس من صحح معلومة للناس المعلومة من بداية الطروح اه تمام الله يفتع اه وانت طالع كده على الزجزيج ان شاء الله كله مركز زجزيج. الله يفتع عليك. اتفضل. وطبعا اني اه مشيت كتير اه مع الشيخ في ليالي. وكنت بعضت المصالحي علشان من اه حبي له. بس استنى عمل حاج وجيه. نعم. دلوقتي الشيخ محمد حافظه القرآن هو ايه? سنه العشر سنين. تمام. وختم القرآن وجوده على الشيخ اللي هو بتاع السيد محمد. اه نعم. تمام. طيب. اه لسه بقى الفترة بتاعت البلد لسه ما خلق ما خلق يعني ايه ما طلعناش منها. نعم. هو يعني هل هو مسلا كان قاعد في البلد لما هو حافظ القرآن. كان بيعمل مع والده. ايوه. لان هو الولد الوحيد. الولد الوحيد. تمام. ويمكن اه لما كان بيروح ميت عب علي. تمام. علشان يتعلم تجويد القرآن. نعم. ما كانش والده الله يرحمه. اه ما كانش عايزه يتعلم بيقول له اني يعني انت هتتعلم. اه. ومين ياخذ الارض دي ومين يشتغل في الارض. لان هو هو الولد الوحيد له. انت الوحيد لي. اه. انت مين هياخذ الارض دي بعده. تمام. انت ما تروحش اي مكان لا كتاب ولا مدرسة. تمام. تقعد على جد الارض. تمام. فطبعا كان اه بيهرب من والده. ويميل على ابويا. اه اعمامه شايفونه انه متفوق. ما شاء الله. اه متفوق. يعني هما ايه شايفوا انه في عنده الموهبة ومتفوق يعني. نعم. ان شاء الله كده يا عمي حج وجيه. طبعا انت قلت ان الشيخ محمد حافظ الكرآن. هو عنده عشر سنين. اه. وراح يجود في ميتة ابو علي. نعم. جود الكرآن يعني. نعم. بالاحكام. طيب. اعمامه. لحظوا ان سيدنا الشيخ محمد هريل عنده الموهبة. مفروض ان احنا ما نسيبوش. وكده. ايه اللي تم? اه اللي تم بان طبعا ان المرحوم عمي. اه. يعني كان يعني اه اه المديات زمان والحاجات دي كلها طبعا اه كانت ضعيفة. اه. والامكانيات مش زال ايام دي. وهو الوحيد لو. هو الوحيد في حاجات بسيطة ممكن تراضي. ام. اه. عمي. اه. انه يتركه. اه. فبقوا اخواته يميالوا عليه. اه. اي حاجة. والدك يعني. اه. وعمامك يعني. اه. نعم. تمام. انه يترك الشيخ محمد. اه. في طريقه. تمام. وكانت ستي الله يرحمها. اه. ام والدي. اه. اه. كانت تحب الشيخ محمد. اه. يعني كانت تحب الشيخ محمد كويس. كانت تحب الشيخ محمد كويس. كان هو اول ولد اتولد في العيلة. تمام. وحافظ القرآن. وبيروح الكتاب ومجتهد. فطبعا آآ آآ راح لكتاب القرية. تمام. وكان بيحفظ في القرآن لما فضل آآ جزئين. كان فيه ايام فترة شغله وحصيد وحاجاته. فغاب حوالي شهر تقريبا عن الكتاب وكان فضل جزئين صورة البقرة. نعم. نعم. لما راح لفضيلة الشيخ اللي هو بيحفظ عليه القرآن. فشافه اول ما شافه انقض عليه كأن ده فريسة جدامه.